اشتركوا في القناة في الموضوع ده او في المكان ده حيعمل السيستم اللي احنا عطينه وبالتالي وقابل كل ده هتلاقي انه بلجنة تخطيط محترمة جابت ريني فيلر في ظهرهم مجلس ادارة محترم واقف في ظهر لجنة التخطيط وطبعا كابتن محمود الخطيب مع لجنة التخطيط هو بيشرف المشرف العام على كرة القدم وبالتالي بصوا لمنظومة انا بس بتكلم على ليه بقول كده مجلس ادارة محترم لجنة تخطيط قدت السلطات للاجنة التخطيط للاختيار بالتعاون مع كابتن محمود الخطيب بيشرف عام على كرة القدم وبعد كده جابوا مدير فني توسموا فيه انه هو يبقى كويس الرجل اشتغل بشكل كويس عمل شغل كويس ايه اللي حصل بعد ما عمل شغل كويس عندي تقرير انا مش هتكلم عن اللي حصل ولكن انا عندي تقرير هو اللي حيتكلم عن اهم الارقام لريني فيلر مع النادي الاهلي حتى هذه اللحظة اللي جاي ايه هنشوف ولكن حتى هذه اللحظة ارقام مميزة لفايلر من خلال هذا التقرير